وصلت إلى مطار أربيل جثامين مواطنين كرديين اثنين قضايا غرقا أثناء رحلة الهجرة إلى أوروبا حيث تسبب غرق قارب للمهاجرين بوفاة سبعين شخصا بينهم أربعة مواطنين من أقليب كردستان كانوا على متنه في رحلة هجرة غير شرعية مطلع تشرين الثاني من العام الماضي وأقل الناشط المدني كارزان محمد المعني بشؤون المهاجرين العائدين في مؤتمر صحفي إنه تم العثور حتى الآن على جثث اثنين فقط من المواطنين الكرد والمتبقيين ليس لهم أي أثر وأضاف محمد أن الجثة الأولى تعود لامرأة من منطقة قلعة دزة ضمن محافظة أربيل وتبلغ من العمر ثلاثين عاما بينما تعود الجثة الثانية لرجل من أهالي منطقة بيرا مغرون ضمن محافظة سليمانية ترجمة نانسي قنقر